المقاومة الكهربائية تعتبر أبسط العناصر الإلكترونية ولكنها في نفس الوقت عنصر هام جدا لا تخلو منه أي دائرة إلكترونية أو كهربائية لفهم المقاومة الكهربائية يجب أن نفهم بعض المصطلحات المصاحبة مثل الجهد الكهربائي أو التيار الكهربائي لذا سنأخذ هذا المثال لو فرضنا أننا لدينا مضخة مياه هذه المضخة موصلة على أنبوب من الماء بحيث تضخ هذا الماء القادم من النهر مثلا إلى مكان آخر هنا المضخة تعتبر هي القوة الدافعة بينما الماء يعتبر هو المتأثر بهذه القوة لو قمنا بوضع حجر صغير داخل الأنبوب فإن هذا الحجر سيشكل عائقا أمام مسار الماء كذلك لو قمنا باستبداله بحجر أكبر في الحجم فإن هذه الإعاقة ستزيد وهكذا كلما زاد حجم الحجر كلما قل تدفق الماء إلى أن تصل الحجر إلى نفس حجم الأنبوب فتسد مسار الماء بشكل كامل هذا مشابه جدا لما يحدث في نظام الطاقة الكهربائية فالجهد هو القوة الدافعة وهو يشبه مضخة المياه بينما الإلكترونات التي تسير في الأسلاك هي المتأثر بهذه القوة وهي تشبه المياه التي تسير في الأنبوب قطعة الحجر التي وضعناها في الأنبوب تشبه المواد التي تمانع مرور التيار الكهربائي أثناء تصنيع الدوار الإلكترونية نحتاج لتصميم أجسام تقوم بمقاومة أو ممانعة مرور التيار بمقدار محدد لهذا يتوفر لدينا ما يسمى بعنصر المقاومة والذي يتم تصنيعه بمقادير مختلفة تبدأ بقيم صغيرة مثل 1 أوم أو حتى أقل من 1 أوم وتنتهي بملايين الأومز والأوم هنا هي وحدة قياس المقاومة نسبة إلى العالم الألماني جورج أوم والذي كان أول من اكتشف العلاقة بين الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي هذه العلاقة ترتبط بالمقاومة حيث اكتشف هذا العالم اختلاف قيمة التيار عند تغير نوع المادة التي يسير فيها التيار وكذلك طول هذه المادة والمساحة المقطعية لها لذا أطلق اسم أوم على وحدة المقاومة وهو ما يرمز له بهذا الرمز كذلك يرمز للمقاومة في الدوار الإلكترونية والكهربائية بهذا الرمز أو هذا الرمز على اختلاف المعيار المستخدم إما البريطاني أو الأمريكي يتم تصنيع المقاومة بطرق مختلفة لكن من أشهرها المقاومات التي تصنع من الكربون وتكون بهذا الشكل هذه المقاومات تصنع عادة بجسم عليه ألوان متعددة هذه الألوان تعبر عن مقدار المقاومة تتعدد الألوان على جسم المقاومة فبعضها يحمل أربعة ألوان وبعضها يحمل خمسة ألوان وقد تصل إلى ستة في بعض الأحيان الأشهر هو إما أن تكون أربعة ألوان أو خمسة ألوان إذا كانت المقاومة مكونة من أربعة ألوان فاللون الأول على يسار المقاومة يعبر عن الرقم في الخانة الأولى وكذلك اللون الثاني يعبر عن الخانة الثانية بينما في الخانة الثالثة اللون يعبر عن معامل الضرب أو ما يسمى بعدد الأصفار بلغة أخرى اللون الرابع وهو آخر الألوان على اليمين يعبر عن نسبة الخطأ في قيمة المقاومة في التصنيع وهذه الأرقام تتبع للجدول الآتي فعلى سبيل المثال في هذه المقاومة اللون الأول وهو البني يعبر عن أول الأرقام من اليسار وهو واحد واللون الأسود يعبر عن الرقم صفر بناء على الجدول الموجود أمامنا اللون الأحمر في الخانة الثالثة يعبر عن خانة الأصفار أو معامل الضرب وهو اثنين وهو يعني إما أن نضيف صفرين على الرقم أو أن نقوم بضرب الرقمين السابقين في مئة فنحصل على القيمة النهائية فتصبح قيمة المقاومة تساوي ألف أوم يتبقى لدينا اللون الرابع وهو اللون الذهبي وهو يعبر عن ما نسبته 5% فقط كخطأ في قيمة المقاومة بالتالي فإن قيمة هذه المقاومة ستتراوح بين 950 إلى 1050 بناء على نسبة الخطأ في المثال الآخر لدينا هذه المقاومة اللون الأول على اليسار هو الأخضر ويعبر عن خمسة اللون الأزرق في الخانة الثانية هو الرقم 6 واللون الثالث أو خانة الأصفار هي اللون البني وما يقابله هو الرقم واحد وتعني إضافة صفر واحد فقط في الخانة الأخيرة بالتالي فإن قيمة هذه المقاومة ستساوي 560 أوم فقط ونسبة الخطأ في التصنيع 5% في المثال الأخير سأترك لك المجال للتفكير في قيمة المقاومة فقط قم بإيقاف الفيديو الآن إذا قمت بحساب قيمة المقاومة وظهرت لك النتيجة على أنها 18 ألف أوم فهو الجواب الصحيح لأن البني يعادل واحد الرمادي يعادل ثمانية بينما البرتقالي في الخانة الثالثة يعادل ثلاثة أصفار فتكون النتيجة 18 ألف ونسبة الخطأ أيضا 5% بطريقة أخرى يمكن الحصول على قيمة المقاومة من خلال قياسها باستخدام جهاز المالتيميتر سنقوم باستخدام نفس المقاومات السابقة هذه المقاومة قمنا بتحديد قيمتها بألف أوم لذا سنقوم بقياسها والتأكد من ذلك طبعا لقياس المقاومة نبحث عن رمز الأوم ونحتاج لاختيار النطاق الصحيح ونبدأ من أقل رقم موجود وهو في هذه الحالة 200 أوم نتأكد من تركيب الأطراف في المكان الصحيح الأسود في طرف الكوم والأحمر في مكان قياس المقاومة ثم نقوم بقياس المقاومة نلاحظ أنه من الخطأ قياس المقاومة بملامسة اليدين لطرفين المالتيميتر وذلك لأن القراءات ستكون خاطئة فإما أن نقوم بتوصيل المقاومة عبر لفها على طرف المالتيميتر أو أن نقوم باستخدام هذا الكليب أو ما يسمى باللغة الإنجليزية كركوديلكليب ثم نقيس المقاومة نلاحظ أن الجهاز يظهر لنا رقم واحد على يسار الشاشة وهذا يعني أن النطاق أقل من قيمة المقاومة فنقوم بتكبيره عبر تحريك المؤشر وهنا نلاحظ أن الجهاز يظهر المقاومة على أنها 975 وهي قيمة قريبة جدا من 1000 أوم وتعتبر صحيحة باعتبار نسبة الخطأ التي تحدثنا عنها كذلك بنفس الطريقة سنقوم بقياس المقاومات الأخرى فنبدأ بقياس المقاومة ذات الـ 560 أوم وتظهر لنا قيمتها بهذا الشكل وأيضا المقاومة الأخرى وهي 18000 أوم تظهر قيمتها بهذا الشكل هنا نلاحظ أن المؤشر يؤشر على 20K وK هنا تعني كيلو والكيلو هي 1000 بالتالي فالرقم الذي يظهر على الشاشة سنقوم بضربه في 1000 فعندما نقوم بضرب هذا الرقم في 1000 ستظهر لنا قيمة قريبة جدا من 18000 وهي القيمة المتوقعة لهذه المقاومة هناك أنواع مختلفة من المقاومات مثل هذه المقاومة وهي مقاومات سلكية عادة تحمل مقدار مقاومة منخفض ولكنها تتحمل قدرة عالية جدا المقصود بالقدرة هي حاصل ضرب الجهد في التيار فالمقاومات التي تحدثنا عنها سابقا كانت عبارة عن مقاومات ذات قدرة منخفضة تقدر بربع واط أو نصف واط وقد تصل إلى واحد أو اثنين واط نعرف ذلك من خلال حجم المقاومة لكن هذا النوع من المقاومات يتحمل قدرة عالية جدا والحجم هنا يدل على قدرة عالية ولا يعبر عن مقدار المقاومة مقدار المقاومة عادة ما يكون مكتوب على جسم المقاومة نفسها لو بحثنا عن مقاومة بقيمة محددة فليس من الضروري أن نجدها متوفرة في السوق وذلك لأن المصانع تقوم بتصنيع المقاومات وفق معايير محددة وأرقام متفق عليها فمثلا مقاومة بقيمة 10500 أوم لن تكون متوفرة في السوق لكن ستتوفر مقاومة بمقدار 10 ألاف والمقاومة التي تليها هي 11 ألف لكن ماذا لو أردنا أن نحصل على قيمة دقيقة للمقاومة مثل 10500 وهي غير متوفرة في الأسواق هنا تأتي فائلة ربط أكثر من مقاومة مع بعضهم البعض يمكن أن نربط مقاومتين على التوالي بحيث تكون المقاومة الكلية هي حاصل جمع هاتين المقاومتين أو يمكن أن نقوم بتوصيلها على التوازي فنحصل على قيمة مختلفة تماما وهي حاصل ضرب المقاومتين على حاصل مجموعهم بالتالي عبر توصيل المقاومات بطرق مختلفة نستطيع الوصول إلى القيمة التي نبحث عنها بدقة سنقوم بتغطية هذا الموضوع في حلقة قادمة في الأجهزة الحديثة توجد مقاومات صغيرة جدا تسمى المقاومات السطحية أو ما يسمى السيرفس ماونت ريزيسترز وهي مقاومات صغيرة مقارنة بالمقاومات الأخرى من حيث الحجم ولكن ربما تعادلها من ناحية مقدار المقاومة أو ربما تزيد عليها عادة ما يتم كتابة قيمة هذه المقاومات على جسم المقاومة نفسه فبعضها مكون من ثلاثة أرقام وبعضها مكون من أربعة أرقام فهذه المقاومة على سبيل المثال مكتوب عليها 101 أو 101 الواحد على اليسار نقرأها كما هي وكذلك الصفر لكن الواحد على اليمين هو عدد الأصفار ويعني صفر واحد بالتالي تكون قيمة هذه المقاومة هي 100 أوم بينما في هذه المقاومة أول ثلاثة أرقام نقرأها كما هي بينما الرقم الرابع هو عدد الأصفار بالتالي تكون قيمتها 25100 أوم هناك العديد من المقاومات المختلفة وخصوصا المقاومات المتغيرة والتي تتغير قيمة مقاومتها من خلال الحركة الدورانية للعمود المتصل بها أو مثل هذه المقاومة الضوئية أو ما يسمى الـ LDR والتي تتغير مقاومتها بناء على شدة الإضاءة لذا تستخدم كحساس للضوء كذلك توجد مقاومات أخرى تتغير بناء على درجة الحرارة مثلا والتي تسمى ثيرمستر أو حساس الحرارة وأيضا هناك الكثير من أشكال المقاومات الأخرى بهذا نكون قد قدمنا مقدمة سريعة عن المقاومة الكهربائية وخصائصها نتمنى أنكم استفدتم من الحلقة شكرا لكم على المتابعة والاشتراك في القناة